ربنا يخليك ابنورك ألفت بعد ما أخواتك اللي هم بتعتبريهم ولادك كبروا وتجوزوا شايفة رحلة الكفاح دي ازاي؟ يعني أنا مش شايفاها يعني كفاح أو شايفاها أن هي مسئولية يعني هي أنت لما تجي لما تشيري مسئولية عن حب وانت بتقدري تكمليها طرح ما أنت بتحبي فهتدي فهتلاقي نفسك فيها مش هتحس بأن انت مثلا شايل عبق فوق كتافك أو شايل حب بالعكس لأ يعني الحب بجد بيخليك تعملي المعوزات زي ما بيقوله وانا دي يعني حبتها الحمد لله ويمكن كانت رسالة مام الله يرحمها فإن أنا أكمل رسالتها فإن أنا أشوف إخواتي يعني في أسعد حال انت لما تلقيت خبر وفاة مامتك أخدت إخواتك كده وانت اللي قلت لهم ووصلت لهم المعلومة إزاي واتفقتي معهم على إيه لا أنا والدي وساعتها كان موجود كان متواجد ما كانش متوفي فهو بما إن أنا كبيرة فهو قال لي قومي أقفي قومي على حيلك علشان في رسالة إحنا لازم نكملها مع بعض ماينفعش أنت تقعي لو قعتي في ناس كتيرة قوي في رقبتنا هتقع ما مش هينفع كان عندهم أدي إخواتك وقتا يعني أنا أكبر حد وأصغر حد يعني أنا إخواتي اللي ورايا هم كانوا أصغر مني بسنة اللي هو عشرين سنة وفي إليه بعد اللي هو كانت مونة مونة دي كانت 13 سنة وأخويا الصغيرة كانت 15 سنة أبي فهما كانوا لسه صغيرين كانوا محتاجين رعاية محتاجين احتواء ونتي تقربي منهم تحتضنيهم كل ده كان هما محتاجينه اتفقتي معاهم على كده قلت لهم أنا هشيل المسئولية أنا هحاول أعمل اللي مومك تريد تعمله هحاول أنفز وسيطهم لأ هم مساعدوني في كده اللي هما يعني ما يخلونيش برضو إن أنا بقى شايلة المسئولية الواحدة إن هما إنتي رأيك إيه أو إنتي شايفة إيه اللي إنتي شايفة في الرأي اللي إنتي عايزة إحنا هنعمله إمتا اللحظة اللي قلت فيها أنا تعبت مش قادرة لا ما قلتش ما حاولتش لأ طب إمتا اللحظة اللي قلت فيها أنا مش هتخلى عن لكم أبدا لأ على طول كنتي بقولها حتى لما جيت تجوزت إنتي تجوزت بعد وفاة ماما بقد إيه يعني خمس سنين ووالدك توفى بعد إيه بقد إيه بعد مامتك بقد إيه بخمس سنين يعني في وقت جوازك كان رحيل والدك كمان بالضبط كده فأخواتك كان ما بين إن هم إنتي هتسيب لهم البيت مش هتبقي معاهم وما بين باباهم كمان متوفي متوفي عملت إيه قلت لجوزك أنا أم العيال دي لا أول صراحة الله يرحمه كان مقدر يعني هو كان مقدر الحتة دي قوي مقدر إن أنا كبيرة وكبيرة عيلة ومسؤولة فاللي هو لأ أنا هسندك أنا هبقى معاك هو توفى توفى أوه بعد تدعمك دواز ست سنين ونصف وكأنك بتهيدي القصة تاني مع أولادك إنتي عندك أولاد إيه عندي نور تسعة سنين دلوقتي حاليا ما شاء الله وتالين خمس سنين ماشاء الله ماشاء الله يعني سبحان الله ابتلاقك كان دايما في إنك تبقي أم وأب وإنك تبقي بتعملي دور مش دورك يعني كنت أخت ومطلوب منك إنك تعملي دور الأم ودلوقتي مطلوب منك إنك تعملي دور الأم اللي هو دورك والأب اللي هو مش دورك في حال الوقت ترجمة نانسي قنقر